حياكم الله متابعيني الليلة قصتنا قصة صراحة مميزة وقصة على قولهم أغرب من الخيال طرحها قصة حقيقية وحصلت بين جدة ومكة طبعا بداية القصة هذه واحدة خصائية سعودية تقول وردني يوم الأيام بلاغ تقول بلاغين واحد من مكة والآخر من جدة تقول انهم اعثروا على طفلين لقيطين بجوار مسجدين لكن كل مسجد في منطقة واحد في جدة والثاني في مكة طبعا تقول في ذلك اليوم تزايدة الأعداد بدار مكة وعجزنهم يعني يستقبلون أطفال تقول في الوقت نفسه سبحان الله يسر الله للأطفال ذولي دار في جدة من الأسر الحاضنة يعني ما يسمح لهم بالنقل الأطفال من مكة إلى جدة سبحان الله لاحظت الأخصائية الجمعية لاحظت شبه كبير بين الطفل القادم مكة وأحد الأطفال موجدين في دار جدة طبعا عادت إلى تاريخ العثور عليهم فكان في نفس اليوم مع فارق زمني قرابة ساعتين كانت إصوارة الوالدة ما زالت على قدم واحد من الأطفال تقول بحثنا في المستشفى عن رقم الطفل فوجدنا أنه توأم لأخوه ثاني تقول ومهم سبحان الله غادرت المستشفى مع زوجها تقول أخذنا صورة من الوثائق وعقد الزواج وعنوان الأم يعني كونها غير سعودية تقول ثم طلبنا من المستشفى مطابقة بصمتي القدم مع بصمتي قدم الطفلين تقول فكانت المفاجئة تقول أجرينا تحليل DNA فكانت النتيجة متطابقة تقول سبحان الله هنا بدأنا رحلة البحث عن الأم تقول فوجدناها شابة تسكن مع أمها المشرولة وهي وحيدة طبعا البنت وحيدة أمها ويقولون ظهر لنا أن الأم زوجت بنتها هذه من جنسيتهم رجل يعمل في مكة لعدم وجود من يعيلهم طبعا سألت المشرفة قالت لها ألم تنجي بي قالت لها إلا أنجبت وعندي ولدين ذكور قالت وين هم قالت أبوهم أخذهم مني قال برح وديهم للختان يعني التطهير ولم يعني ما رجحهم لي تقول بحثت عنهم اتصلت على الجوال زوجي ولقيت المغلق وتقول عرفت أن زوجي يخذ عياله وغادر البلاد تقول أخبرنا الأم بوجود طفليها عندنا تقول جسد تبكي وتصيحي قلت أبغى أشوفهم تقول منهم أحضرنا الأم إلى عيالها وقامت تبكي قلت هذا ولأولادي وقامت تضمهم وتقول حاولنا نهديها تقول من يعني من فرحتها حتى ما قدرت تقعد على الكرسي تقول من الموقف المحزن تقول بعد أن تأخر وغلق الأب هاتفه تقول أيقنت أني ما عدا بشوفهم ودهم لبلاده تقول فأقلت هذا الدعاء يا جامعة أم موسى أبو لديها اجمعني بأولادي طبعا تقول كنت أبكي بين يدي الله بحرقة ولم أعلم أن هذا الأب الظالم سيلقى بأبنائي يعني كل واحد في مسجد وفي مدينتين بعيدتين عن بعض لكن ربي جمحهم لي الحمد لله فكان سلاح الأم الوحيد أنه كانت تبكي وتصلي وتلح بالدعاء لله سبحانه وتعالى وربي ما خيبها اللهم لك الحمد والشكر لأنه كانت تدعي بصدق نية وطبعا اعتمادها على الله سبحانه وتعالى ويمانها الصادق فشوفوا من سبحان الله رب يسخر له جنود الأرض يسعون لها لأولادها حتى ردوا إليها صغارها سبحان الله اللهم لا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين عليك التكننا واعتمدنا وإليك ملجأنا ومعادنا استودعوا الله دائما أولادكم في كل لحظة ودائما قولوا اللهم أني استودعتك مثلا أولادي زوجي وأهلي وأصحابي وجيراني وكل عزيز على قلبي يا رب العالمين من استودع الله بصدق ونية ووثق بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيحفظه من كل شر ويمنع عنه كل مصائب الدنيا وحادثها وبلويها والله يحفظني ويحفظكم اللي تعجب على القصة يضغط على الشاشة ويرسل على المجموعة لعنده وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر